السلام عليكم ايزيكم اخوانا اخباركم ان شاء الله كويسين الدنيا اخر رمضان اخر رمضان دائما بنعمل الحيات الخفيفة الظريفة السريعة اللي بدنتهي بسرعة وفي نفس الوقت بتكون حي يميلة والنسبة يتبسط منها بنكون خلاص تعبنا وما قردين نعمل صفرة كبيرة زي ما بدين بها في اول رمضان وصفة الكفتة دي وصفة خفيفة وصريفة ويميلة وبتطلع كفتة جوسي وما ناشفة ولينا انا جربتها بطريقتين يعني النجاض نيضتها بطريقتين او طبختها بطريقتين مختلفات لكن هي نفس الخلطة سيحبين تعملها بالفرن حابين تعملها بالمتجاز حابين تعملها بالقلالة الهوائية قلبي ريحكم هتطلع دايما جميلة عندي لحمة مفرومة حوالي 300 جرام بتاعت لحمة مفرومة واكتر شوية من ربع الكيلو طيب حمضي فلاش نالاضافات انا عندي بصلة او نص بصلة صغيرة وعندي تومة وزبدة قطعة بتاع الزبدة وبقدونيس دي الزبدة دي حكي لكم ليه طيب عندي برضو بطسمات او عيش ناشف او عيش او رغيف مجفف زي ما بتسمون زي ما انا ما عارفة بسموشنو خوبز مجفف دي هريسة الهريسة التونسية العادية بتاعتنا بتاعت الفلفل وصلصة بتاعت طماطم او معجوم بتاعت طماطم وبيضة وعندي بهارات حجيب الكابة بتاعت الصغيرة الزريفة دي ولانه انا كبطي الصغيرة هاضطر انو انا افروم الحاجات ام يعني شوية شوية فاول حاجة هبتدي افروم هافروم الخدار يعني هافروم البصل والببدونيس والالتوم بعدين هابتدي اضيف ليهم اللحم المفروم شوية شوية يعني كل مرة هاضيف اللحم المفروم شوية بعدين هضيف البيضة اخر حاجي معاي برضو افروم افروم مفرمة بس على سوين он شنو ادخلته كده ده في بعض نضيف البوكسومات ونضيف الزبدة وبعدين هنضيف الصلصة والهريسة لو عايزة نضيفه دي والكبه نضيفه لكن انا بديها فرمة شوي في الكبه لانه احنا اللحمة بيجينا لحمة مفرومة معنى لحمة مفرومة فرم ناعم بيجينا مفرومة فرم خشن انا بحب انه الكفتة تكون فرمتها انعم شوية من اللي انا بلقاها عندنا وتوفرها بعد ما ضطنا الهريسة والصلصة او معجونة طماطم حنضيفين البوهرات عندي كمون او شمار وعندي كسبرة وعندي خلطة بتاع البوهرات مشكلة لو عندكم سبع بوهرات ضيفوها لو عندكم خمسة بوهرات ضيفوها لو عندكم راس الحنوض ضيفوها عندكم اي تشكيلة بتاع البوهرات ضيفوها بعدين نضيفنا شدة وفلفل حار وبدين الملح وحنضيف طبعا فلفل حبيبنا حاجة مهمة جدا جدا في اي طبخة رحنا قاعد نعملها وبعدين حبتدي عين هتدخل بيدك وتدخل بيدك تعجينه لما يعني صبوركم إنتي طيب اللي دي تقريبا الحي بتاعة خمسة سبعة دقائق لغاية عشرة دقائق ظريفة يعني لغاية ما تبقى الكفتة شنو يكون أول لحم مفروضة فيها عرق كده زي ما يقوله شدت معك شوية بقت ما يعني لازقه في بعض حنبتني نشكلها شكلها صوابع تشكلها مدور زي كده زي أنا أنا بحبة تكون مدورة بصراحة لأن أنا عايزة أطبخها يعني على البتياز أو على طوة يعني على البتياز فأدي أنا بالنسبة لي بتديني بتكون مسطحة وبتدي مساحة لأنه النياض نضايج بتاعها يكون زابط يعني أو كويس يعني يكون في سطحي كده النار بتدخل فيه كويس يعني ما يعني كده مهم يعني لما تطبخوه على البتياز خلوه مسطحة دايما عشان تنجيض معاكم كويس أنا هنا جيد فرشت خطيت طبقة وبعدين عملت ورق بتاع زبته وبعدين خطيت طبقة تانية الطريقة دي ممكن تفرزنوا بيها لو عايزين تفرزنوه ممكن تفرزنوا بالأسلوب ده ولو أنا هدخلت اللاية حاجة بسيط بتاعة ساعة مثلا يعني بس عشان تبسك نفسها يعني لو خطيته نصف ساعة برضه كويس وجيد هنا خطيت طبقة بتاعة زيت يعني زيت بسيط ما كتير يعني في النار وقليتوا انه يسخن شوية على الطوة دي وبعدين اضيفت الكفتة إذا عندكم الطوة المشختة اللي أنا ما عاربه بسمها شنو لكن المهم بتكون فيها شخوت كده ده اللي بيطلع لكم بعدين شكل الشوية يعني تطلع زابطة شديد يعني اعملوها أنا بخليها علي كل جيهة حاجة بتاعة ستة لسبعة دقائق مثلا خمسة دقائق بشوفها يعني بعد خمسة دقائق وبقلبها لو حسبوا ان انا مبسوطة باللون اللي أنا يعني اللي أنا وصلت له ده بقلبه وخلي الزيت يطاير فينا كده المهم انا جربتها بالطوة والمرة دي جربتها بالقلايا الهوائية يعني انا دايما بعملها بالطوة او بالفرن لكن قلت انه انا عملها بالقلايا الهوائية وصراحة انا حبركم الشكلة دي شكل الطوة او دي ما انا طلعتهم من الطوة شوفوا منطلعهم علي ورق بتاع زبدة عشان يمسك ورق بتاع مطبخ عشان الموية الموية الزيت يشرب انا ما عارف انا ما علي ده الصيام وشكله المهم انا قبل قلت انه انا ضيفت زبدة ليه ضيفت زبدة لانه انا برضو اللحمة بتاعتي ما فيها شحم كتير واحنا محتاجين للدهن او الشحم بتاع الكفتة بتاع اللحم مفروم عشان الكفتة طلع معانا ام يعني لينا او هشة ما تنشف معانا فانتو دايما لو حدستو انه الدهن او الشحم في اللحمة مفروم بتاعكم ناقص زيدوا ليه الزبدة الزبدة هتعمل نفس العملية بتاعت الشحم لما نفسها الشديد يعني لكن مهم يعني يلا شوفوا شكلها عامل كيف على اليسار دي دي اللي انا عملتها بالقلايا الهوائية لونها بصراحة طلع اصبت من اللي انا عملتها في الطوة يعني لونها كده كله موحد طلع ويميل وظريف ويعني ما كان في فريق في الطعام كتير يعني البتاعت الطوة دي تقمرت شوية كده ويتحمرت شوية وبيقفية طعام شوية بتاعت تحميرة اكتر من بتاعت القلايا الهوائية اللي هي تتطوى الى اليمين والقلايا الهوائية على اليسار ان شاء الله يكون الفيديو دي عجبكم ولو عجبكم وجربتوه ياريت واروني وياريت برضو تعملوا شير ولايك وسبسكرايب واشوفكم المرة جاءة على خير